موسيقى موسيقى حلوة كتير بابا انت رح تضل زعلان مني مطويل لا إما ترح تضل ظاهر لي ظهرك و لا إما ترح تضل هالحالة بيناتنا ناريمان بدي هيكي بنتي ممكن يا عيوني صبري يا عمري لا عمتي ما هد إلي الإدرا أني يتحمل أكتر يعني كأنه سرت كل اللي بحبهم بحياتي ماجد خطبت لنيفين خلاص بس لفترة كل شي بدو يتصلح أنا بيشوقح لفلك إنه رح ساوي كل اللي بقدر عليه لأخروص من هالمصيبة ما بحب غيرك بنو ما بدي مستقبل أنت مانك موجودة في ناريمان شو عم تحلمي وإنتي فايقة يا بنتي والحلم يا عمتي انتهى شو بدي أعمل رح جن والله اليوم ليلى مو هيك بس هالمرة مشكلة تانية صرنا علسان الناس والله ما حنقدر نسكت الناس كلهم يا بنتي صاروا هلأ بدهم يحكوا بس معوا نحق بهالشغلة هي ليش؟ يعني هو مانو بيتها لفخرية لحالة جهاد هنيك كمان هي طالعة فايتة على بيت فيه شب عزابي مو حلوة بحقنا فايز مهاينة عليلي عم بصير أبدا شو بدهم يقولوا العالم؟ أنا عم بحكي وإنتي عم تضحكي؟ شو بيطلع بإيدي عم تغير أضحك؟ احكي مع ليلى اليوم يعني هيك هلأ أنت عدي حاكية لحالك وخبرية أنه ترجع لأهله جهاد بضر رجال عزابي سمعيني جهاد زعل عليها وفتح لبيته شو كان أحسن لو أنه بقيت بالشوارع؟ بعدين جهاد إن أجيتي للحق عم يتصرف بي كل أدب وعم ينام برعت البيت مشان ليلى شو طالع بييده أكتر؟ بدون كل هالحاكي ليلى لازم ترجع عالبيت اليوم لك إيشو عم تعمل لهلأ ببيت الجماعة؟ ليلى ما بترد علي أبدا أرجوكي ناريمان أنت وفخرية حاكوها وحاولوا ترجعوها وإلا والله بدا تجيني الجلطة أخي ليلى لهلأ ما رجعت لهون انطولي هالحالة لإمتى بتكون تضلوا هيك؟ عاجبك بنت إختك عايشة ببيت عالم غرب؟ هيك لحالة كأنها يتيمة ومقطوعة من شجرة؟ أنا ما قلعت ابنوب من البيت نوران أنا بابي للكل مشرة فيها ترجع أنت ما بدا بس لازم تعرف أنه في قوانين بها البيت ومات الجوازة أوفس كوت بقى أنا وعقة بين نارين يا فايز ما حدا مفكر فيني أنه بعد كل هسنين لقيت بنتي قدام عيوني فجأة لاقيها عم بتبعد عني؟ الغرب يا أخدوها ليش يا فايز ليش؟ ليلى عندها عادة أن تقرر من راسة وهي مشكلة نوران هي ما بتسمع كلمة حدا ولا بترد على أي حدا بنوب وبتعرفيها ليلى إذا كان راحت أكيد بتكون عملة اللي براسها كانت مستنية فرصة من شان تروح اللي صار عملته حجة لتهرب جربي قابليها يلا حاولي تقنعيها وحتى أنا بجرد ومنشوف أنه ما بترجع بدك تتحملي هلا وتركيها لحالة فترة بنتي يا روحي مو ظاب بهالحال هيك انتي لازم ترجع عالبيت حرقتيلي قلبي آه لا أمي بنوب شلون ممكن ارجع عالبيت فايز بيك لحتى يظلم نرفزني بكلامه العالم كلهم هلا عم بيحكوا علينا وانتو مودريانين ليلى شوفي بالآخر انتي ما فيكي بلي ببيت حدا عزابي جهاد أخي اللي عم تقصدي مين هدول اللي عم يحكوا خلي يجو يحكوا قدامي لشوف نوران خانو يعني عم يحكوا عليها بس لأنه هالبنت عم تنام عندي وأخي يا حسرت عم ينام بالدكان هيك بيحالوا بيحالوا مثل اللي مشردين يعني وصلت الصورة مظبوط والله شي بيضحك يا خانو أخي يا عيني رجال طولة بعرض وإذا بتحطي عسر كراسي سوا يعني يا دو بيوسعوا رجلي وهالمسكين بيحاول ينام بس مو ممكن لأنه بطوله وبعرضه ما في شي بيوسعوا انتي شو عم تحكي يلي بيسمع حكيك بيفكر أنه أخوكي شغلة كبيرة أو عملاق والله إذا كان عملاق ما بعرف بقى بس هو أبضاي وسبع كمان وبفضله هلا أنتي قعدة ببيت دافي وأخذي راحتكم مرتاحة على الآخر ببيتو اليوم خالي نوران بسرعة حاولوا تحلوا مشكلتكم بقى ولا تذكروا اسم أخي بهالقصص تباكن والمشاكل يا الله معقول أهل الحرام يحكوا على زلمي عم يعمل بأصله بهي الطريقة قطع لسانه اللي بدي يجيب سيرته هيك لك فخرية شو اللي عم بصير معي كسكتي بقى يا أنا اللي فيني مكفيني يا الله دخيلك ليلى بنتي حس إنه الكلب موقف حرج وبيت خالك مفتوح ما بيجوز تضلي هون دخيلك رجعي عالبيت اليوم كرمالي يا بنتي ماتك ليهم إذا بتكون اليوم برجع بس بشرط ما حدا يدخل فيني إيه وليه طول العمر راح تضلي عندي ومعقول هالحكي يا ليلى يا أمي آه لك قديش صار عمري أنا هلا لسه تطلبوا تقرير مفصل كل يوم مني طيب يا بنتي ما عد نطلب هذا التقرير اللي حكيتي عنه ليكي بدي فايز باكي حلا عني لأنه ما عد اتحمل هو متشدد بنتي خبريني بله شو اللي بيطلع بإيدي أعمله آه انتي وخالق كل واحد فيكن بده يعمل اللي براسه ومو سائل على حدا بنو بس أنا شو مشاني بقى ما حدا نفكر فيني ولا شفقان علي والله يا فخرية أنا هلا قواعة بين هدول اتنين وما عم بيسألوا أبدا عني آه يا حبيبتي طولي بالك يعني ما أقول هالحكي اللي عم تحكي يا عمري هلا تكوني أنا تعبت اشتركوا في القناة